والحديث أكثر معنا من واشنطن المختص في الشؤون الأمريكية والسفير السابق مسعود معلوف أهلا بك سيد المعلوف بداية كيف تبدو واشنطن الآن قبيل ساعات من تنصيب بايدن نعم تحية لك وللمشاهدين الكرام واشنطن الآن تبدو وكأنها ساحة حرب مليئة خاصة وسط المدينة حيث يوجد مبنى الكونغرس والإدارات العامة معظم الإدارات العامة والبيت الأبيض تبدو واشنطن وكأنها ساحة حرب مليئة بالجنود ورجال الأمن من جميع الأجهزة الأمنية وخاصة عشرات الألاف من الحرس الوطني هذا هو المشهد الذي يراه الآن المشاهد الذي يتمكن إن تمكن من القدوم إلى وسط المدينة ولكن هناك أجواء إلى حد ما ارتياح عامة في البلاد باستثناء طبعا بعض الملايين من أصل 350 مليون نسمة التي يتعدها الولايات المتحدة هناك بعض الملايين الذين هم يعتقدون ويؤمنون ويصدقون أن ترامب هو الذي فاز بالانتخابات وأن بايدن هو رئيس غير شرعي وهم سيحاولون القيام بأي عمل ما من أجل عرقلة نجاح الرئيس ترامب لا أعتقد أنهم سيستطيعون القيام بأي عمل شغب في العاصمة لأن الأجهزة الأمنية آخذ كل الاحتياطات اللازمة ولكن في الولايات لقد وعدوا أنهم سيقوموا بتحركات في عواصم الولايات الخمسين من أجل لفت الأنظار على ما يعتبرونه هو قضيتهم ولفت الأنظار إلى أن بايدن ليس هو الرئيس الذي يمثلهم ولكن أنا شخصيا أعتقد أن الرئيس بايدن في خطابه اليوم سيسعى إلى توحيد الصفوف على الأقل كلاميا في البداية ومن ثم سيسعى إلى القيام بما يمكن القيام به من أعمال لأنه رجل وحدوي يريد توحيد المجتمع الأمريكي الذي ساهم الرئيس السابق ترامب مساهمة كبرى في تقسيمه وفي انقسامه عموديا وأفقيا بصورة كبيرة جدا لذلك سنرى ماذا سيفعله الرئيس بايدن بعد تسلمه الرئاسة ولكن أخطر ما يمكن أن يقال حاليا في الولايات المتحدة هو أن الولايات المتحدة تواجه ما يسميه رجال الأمن أنفسهم الإرهاب الداخلي كان رجال الأمن بالسابق ورجال المخابرات ومجميع الأجهزة الأمنية تتعاطى مع الإرهاب الخارجي المستورد أما الآن فعليهم أن ينظروا باتجاه آخر إلى الإرهاب الداخلي وسنرى كيف ستطور الأمور هل هذا الإرهاب الداخلي سيؤثر على الحريات العامة ماذا سيستجد بعد ذلك سنرى كيف ستطور الأمور في الأيام القادمة نعم ولربما كما تفضلت هو صراع للفت الأنظار اليوم وهذا ما كان أبرز ما لفت من تابع خطاب ترامب اليوم حيث حاول الرجل وحتى اللحظة الأخيرة تسويق ما أسمها بإنجازات إدارته نعم صحيح هو يغادر واشنطن الآن منذ لحظات وهو يحاول تسويق وفي خطاب ألقاه أمس على الفيديو ووزعه يحاول أن يسويق لإنجازات ولكن طبعا هناك التاريخ أعتقد أنه سيكون عادلا وسيقول التاريخ بأن الرئيس ترامب هو إن لم يكن أسوأ رئيس أقلا من أسوأ الرؤساء الذين مروا على الرئاسة سواء في علاقات الولايات المتحدة الخارجية التي خربها مع الحلفاء أو في الأمور الداخلية حيث قسم البلاد وحارب قضية المناخ لم يكن إطلاقا يؤمن بأن المناخ له تأثير قوي على الحياة اليومية وأيضا كان يعتبر نفسه الرئيسا فقط لمناصريه وليس رئيسا لجميع الأمريكيين وهذه المعادلة سيحاول الرئيس بايدن أن يقلبها نعم عن هذا الحفل الكبير اليوم في واشنطن برأيك إلى أي مدى سيفقد عدم حضور ترامب مراسم تنصيب بايدن أهمية هذا الحدث أولا ربما قد يكون أفضل أن لا يحضر ترامب هذا الحدث لأنه بحضوره وهو رجل المفاجآت لا نعرف إن كان سيتصرف أي تصرف غير لائق ولم يكن من المتوقع حتى قبل أن يقول أنه لن يحضر كم يكن من المتوقع أنه سيحضر إذ أنه كان يسوق دائما لفكرة أن الرئيس بايدن هو رئيس غير شرعي ورئيس فلم ينجح في الانتخابات وأنه هو ترامب الذي فاز بأكثرية ساحقة هذه المرة الأولى منذ قرن ونصف لم يحضر الرئيس المنتهي ولايته حفل تنصيب الرئيس القادم هذا أمر فعلا استثنائي وترامب هو رجل فكأيضا رئيس استثنائي يحاول دائما أن يقوم بتصرفات غير اعتيادية ولكن الغريب اليوم في هذا الحفل ليس غياب بايدن ولكن غياب الجمهور عادة يحضر مثل هذا الاحتفال مئات الآلاف من المواطنين يأتون إلى وسط المدينة مقابل الكونغرس ويشاهدون بأم العين وعلى الشاشات الكبرى يشاهدون الاحتفال هذه المرة أولا بسبب جائحة الكورونا لم يكن من الممكن الحصول على مثل هذا الوصول إلى هذه الأماكن وأيضا الآن أكثر وأكثر بسبب الأوضاع الأمنية لا يمكن الوصول إلى هذا وقد وضعت المنظمون وضعوا 200 ألف علم منورين بالإباع الأنوار في هذا المكان الذي كان يتجمع فيه المواطنون وذلك لتحل الأعلام محل المواطنين الذين لن يتمكنوا من حضور هذا الاحتفال فغياب ترامب عن هذا الاحتفال برأيي الشخصي هو أفضل من حضوره ذكرت سيد معلوف أن المخاوف الأمنية لربما هي من أبرز الأمور التي تسيطر على الحافل هذه المرة هل من المتوقع أن يسير حفل التنصيب بشكل طبيعي أم هناك بالفعل مخاوف من حدوث أي شيء غير محسوب له أو غير متوقع حفل التنصيب سيصير بشكل طبيعي بغياب الجماهير وسيشاهده الجميع على شاشات التلفزة وبواسطة الإنترنت والتخوف موجود دائما ولكن بفضل الأجهزة الأمنية التي تراقب الأوضاع منذ فترة ووصول 25 ألف من الحرس الوطني الأمريكي إلى العاصمة وحتى أكثر من ذلك أخذت جميع الاحتياطات لدرجة أنه أبعد من الحرس الوطني حوالي 10 أو 15 عنصرا تبين أنهم من مؤيدي الرئيس ترامب وخوفا من أن يتصرف أي منهم بتصرف غير محتمل تم إبعادهم عن العاصمة وعن مشاركتهم في الأعمال الأمنية ما يخشى أكثر هو أن يحصل شيئا خارج واشنطن وهذا أمر ربما يحصل وربما لن يحصل وكما تفضلت أن هؤلاء المناهدون للرئيس ترامب سيسعون قدر المستطاع إلى لفت الأنظار إلى موقفهم وإلى سعيا إلى القيام بأي عمل ما يحيد النظر عن الاهتمام وعن الاحتفال بتنصيب الرئيس بايدن بالحديث عن المظاهر الأمنية سيد المعلوف باعتقادك إلى أي حد من الممكن أن يبقى المراقب للمشهد الأمريكي يجد هذا التواجد الأمني والعسكري في الشوارع يعني بعد انتهاء حفل التنصيب لربما هل ستبقى هذه المظاهر موجودة وإلى أي حد هذه المظاهر تؤثر على الصورة العامة والمعتادة للسياسة الأمريكية والمجتمع الأمريكي أولا للبدء من الآخر الصورة العامة للمجتمع الأمريكي وللديمقراطية الأمريكية قد اهتزت كثيرا منذ أن تولى الرئيس ترامب الرئاسة وخاصة في الأيام الأخيرة منذ انتخابه وفشله في الانتخابات أما بين الناحية الأمنية فلقد تقرر أن يبقى ستة آلاف عنصر من الحرس الوطني في المدينة في العاصمة واشنطن لمدة أسبوع على الأقل بعد انتهاء حفلة التنصيب وبعد ذلك ربما ستبقى الأمور الأمنية ستبقى الهواجس الأمنية موجودة ولكن برأيي أنا المؤسسات الأمريكية المؤسسات الديمقراطية قد نجحت بالتفوق على الاهتزاز الذي تعرضت له بسبب مواقف الرئيس ترامب وستعود الأمور تدريجيا إلى حالتها الطبيعية بعد أن يتسلم الرئيس بايدن ويظهر أنه هو رئيس جميع الأمريكيين وليس لدي أدنى شأك بأنه سيقول ذلك في خطاب القسم سيقول أنه ليس رئيسا للديمقراطيين وحدهم أو للجمهوريين بل هو رئيس لجميع الأمريكيين ولذلك شيئا فشيئا ستعود الحياة الطبيعية إلى الولايات المتحدة وهناك معظم الأمريكيين مرتاحون لهذه الأجواء المتغيرة إيجابية نعم شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل المختصة في الشؤون الأمريكية والسفير السابق السيد مسعود المعلوف كنت معنا من واشنطن عبر سكايب ترجمة نانسي قنقر